حركة الكنعانيين حركة سياسية ثقافية ذات نظرة خاصة لما يسمى التاريخ اليهودي بدأت نشاطها في الأربعينيات في فلسطين وينطلق دعاتها من أسطورة مفادها أن اليهود عندما عادوا من مصر إلى أرض كنعان لم يجدوا قبائل معادية لهم أو مختلفة عنهم من الناحية العرقية وإنما وجدوا شعبا يتكلم العبرية ويشبههم في الملامح والخصائص البدنية ولذلك فإن اليهود أو العبرانيين ليسوا إلا كنعانيين وما الإسرائيليون المحدثون سوى الكنعانيين الجدد وبهذا تكون للأمة الإسرائيلية الجديدة جذورا راسخة في الأرض الفلسطينية وهي جذور تمتد إلى العبرانيين القدامى قبل أن تنتشر بينهم اليهودية وهم بهذا يؤكدون وحدة الشعب الإسرائيلي وتربة فلسطين كما يقول يتسوري الذي اشترك في اغتيال اللوردوموين في القاهرة عام 1934 نحن لسنا صهاينة نحن الأبناء الطبيعيون لتربة إسرائيل وعن طريق تأكيد هذه الوحدة يسطط الكنعانيون من حسابهم تراث يهود الدياسابورا أعضاء الجماعات اليهودية في العالم بل والتراث اليهودي كله فيهود الدياسابورا حسب تصورهم ليست لهم أي تسمات قومية متميزة فلغتهم وأنماطهم الثقافية وجنسيتهم تنتمي جميعا إلى البلدان التي يعيشون فيها ولهذا السبب فإن لهم أثرا ضارا على الإسرائيليين لأنهم يعيقون تطور الأمة العبرانية الجديدة وهذه الأمة الجديدة تتكون من كل المولودين في إسرائيل حتى ولو كانوا مسلمين أو مسيحيين شريطة أن يتقبلوا الهوية الكنعانية الجديدة ويمكن القول بأن فكرة حركة الكنعانيين هو تعبير عن وجهة نظر إسرائيلية تختلف عن وجهة النظر الصهيونية فهو تعبير متطرف عن إحساس جيل الصبر باختلافهم عن يهود العالم وانفصالهم النفسي والثقافي والعرقي ولعل أهم نقط الاختلاف بين وجهتين نظر تتلخص في محاولة الكنعانيين التملص من التصور الصهيوني لما يسمى الشعب اليهودي والقومية اليهودية ذات الأبعاد الدينية القومية فالكنعانيون يحاولون إطفاء شيء من السواء على الظاهرة الإسرائيلية عن طريق إلغاء الجانب الديني من المقدسات القومية الإسرائيلية والإدقاء على الجانب القومي وحده آملين أن يتحول النمط الإسرائيلي عن طريق ذلك إلى نمط قومي عادي يشبه بقية الأنماط القومية المعروفة أي أن فكرة الشعب المختار صاحب الحقوق المطلقة والذي يضم اليهود أينما كانوا تحل محلها فكرة الشعب الإسرائيلي الموجود في فلسطين والذي له حقوق قومية عادية وإذا كان المفكر الصهيوني يتباهى عادة بأن الشعب اليهودي لا يصنف فإن الكنعانيين يؤكدون أنهم أمة مثل كل الأمم ويؤمن الكنعانيون بأن أمامهم بديلين لا ثالث لهما إما أن يكونوا آخر اليهود أو أن يكونوا بداية لأمة جديدة وهم يفضلون البديل الثاني ولذلك فالكنعاني يؤمن بأن الدولة الجديدة هي نهاية المنفى ونهاية اليهودية ذاتها وأن أية سمات يهودية للدولة الجديدة هي سمات متخلفة ورواسب من الماضي الميل وأن على الإسرائيليين أن يخلقوا حضارة جديدة مستقلة تماما عن التراث اليهودي وتكون مرتبطة بحضارة الشرق الأدنى القديم وفكر الحركة الكنعانية متأثر ببرديشفسكي وأفكاره الكونية وبالنزعات النتشوية الفلسفية وزعيم الحركة هو الكاتب يونافان رطوش اسمه الحقيقي أويل هالبرين ومن بين أعضائها الكاتب أهارون أمير وبنيمين تموس ورغم أن هذه الحركة لا تؤثر بأي شكل في الحياة السياسية في إسرائيل فإن لها بعض الأثر في الحياة الثقافية كما أنها تعبر عن مدى الأزمة التي يعيشها الوجدان الإسرائيلي وعن محاولة الإسرائيلي أن يتعامل مع الواقع الغريب الذي يحيط به وقد انحلت حركة الكنعانيين وحلت محلها حركة العمل السام التي اختفت بدورها وحلت محلها جماعة هذا العالم وجماعة القوة الجديدة ويبدو أن الكنعانيين لم يختفوا تماما إذ أنهم عاودوا في الظهور عام 1969 وطالبوا بتجنيد العرب في الجيش الإسرائيلي وتعليمهم اللغة العبرية باعتبارهم عبرانيين وطالبوا في تحقيق المساواة بينهم وبين العبرانيين وإلغاء كل المزايا التي يتمتع بها المواطنون اليهود لكونهم يهودا كما نادوا بضرورة إنشاء جيش قوي والاحتفاظ بالأراضي المحتلة وتصعيد الهجرة اليهودية وزيادة نسبة المواليد وإنشاء علاقات قوية مع الأقليات الأخرى في المنطقة مثل الأكراد والدروز وطالبوا أيضا بإنشاء فدرالية تضم إسرائيل وجبل الدروز والموارنة في لبنان ورغم اختلاف الكنعانيين مع الصهاينة في محتوى تفكيرهم فإن ثم تتشابها طريفا بينهم من الناحية البنيوية فكل الفريقين يلغيان المنظور التاريخي ويختزلانه ويحولانه إلى أسطورة تخدم أهواء الحركة وبرنامجها السياسي وتسهل لها التعامل مع الواقع دون مجابهته كما أن كل من الفريقين يقابل الوجود الفلسطيني مسلحا بأسطورته الاختزالية المسبقة